موسيقى موسيقى الممرضات والممرضون ديال وزارة الصحابة نحن نقاذركم في هاد المحنة وانا متبع هاد الملفات الشائكة بالإقلي احنا حاضرين اليوم وديرين هاد الوقفة الاحتجاجية ماشي على مصالح ذاتية أو شخصية وانما على المنظومة هذه الصحية بإقليم سطات لانها توح ما يقدر يختلف معنا لا نقابيين بجميع علوانهم ولا سياسيون بجميع علوان احزابهم بان المنظومة الصحية بإقليم سطات بانها في تقاعص على استمرار احنا كنت طلبوا من الوزارة الوصية باش تخص فين كان هاد المشكل وهاد المشكل خصوه يتحل الى كان وقفة يوم كدف إطار ما أصدره المكتب الإقليمي لجميع الوطني الصحة من خلال بلغ رقم واحد لعرفي على الواقع الصحي لكيقع إجماع من طرف جميع مواطنات والمواطنين فعالية المنشمع المدني منتخبين والنساء والرجال الصحة وضع كاريتي كان اعتبره المسؤول عليه والمندوب الإقليمي اللي عمره لست سنوات داخل هذا الإقليم وكان تصير عبتي وغير مسؤول من طرفي كان هناك صراع دائم بين المدوب الإقليمي المتعاقبين عن المستشفى اللي هو كما قلت الإقليمي والصراع هو واضح على كعكات الصفقات احنا اليوم كنقول بأن المواطنات المواطنين اللي نساء ورجال الصحة ما غير تحملوش تكلفات ما تصير العبتي لمندوب الإقليمي اللي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإفادة نجلة تفتيش وفتحها وصدقيق للفحص في كل الاختلالات والخروقات العميقة اللي عرفت تدبير القطع خلال السنوات السابقة ونطالب كذلك بتعيين مسؤولين عندهم على الاقل مستوى على الاقل من المسؤولية ومن حصة وطنية ومن الكفاءة قادرين على إصلاح ما يمكن إصلاحها بات قطع مستوى الاقليم